إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقاً واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وبحبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زالت أوقاتنا عامرة بطاعة الله ولا زالت قلوبنا مغمورة بفضل الله ورحمته ومغفرته أيها الأحبة الكرام اسم ربنا جل جلاله الغفور أحد تلك الأسماء التي تأسرنا معشر العباد ليس لأننا مفطورين مخلوقين على الخطأ والذنب والمعصية والقصور وليس هذا فقط لأننا لا يخلو حالنا من تقصير في جنب الله فقط بل لأن هذا الاسم ما زال يقطر من معاد الرحمة والفضل والعفو الإلهي ما يجعل القلوب ترق لباريها وتقترب من خالقها وهي تبحث عن وجوه الرحمة الفائضة والمغفرة الواسعة يقترن كثيرا اسم الغفور في كتاب الله باسم الرحيم وهنا يتبين جليا أن هذين الاسمين فيهما من وصف المغفرة والرحمة التي أرادها الله عز وجل بنا معشر العباد والله ما خلق الله خلقا ليعذبهم ومع خلقه جهنم وفيها نار تلظى يعاقب بها العصاة والكفرة ومن تعدى حدوده فإنما هي عقاب من لا يصلح لهم إلا ذاك لكن هذا الاسم الذي تجاوز التسعين مرة في كتاب الله ما زالت الآيات تأتيك في كل سورة تحمل هذا الاسم الكريم التي توقظ في قلوبنا أيها العباد الرجوع إلى الله والاقتراب من مغفرته والبحث عنها بأدنى طريق إي والله بأيسر طريق ننال مغفرة الله ولو بتحريك ألسنتنا بأستغفر الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ما ألطفها والله ما أحلاها على القلوب وهي تنزل فتحيط بها وتحتضنها وتحويها وقد جاءت مرادفة لها وأن عذابي هو العذاب الأليم يستقر في القلوب هذا التوازن العظيم أمام رب كبير عظيم جل في علاه نحبه أشد الحب ونخاف منه أعظم الخوف لأنه الله وربنا الغفور جل جلاله قد قال لنا في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا هو غفار سبحانه وجاءت هذه الصيغة وفيها المبالغة بكثرة المغفرة وليس هذا باستنباط يحتاج إلى أكثر من صريح الآية الأخرى إن ربك واسع لمغفرة رحماك ربنا أي سعة هي لمغفرتك تنبهوا فليس والله المقصر والمذنب والفاجر والشقي هو الأحوج إلى مغفرة الله بل كلنا في هذا الباب سواء لولا مغفرة الله لها لكنا ولولا عفو الله لفتضحنا نحن في كنف مغفرته ورحمته ما زلنا ندرج في طريق العبودية والتقرب إليه سبحانه وتعالى سعة مغفرة الله تطمع العبد في الاقتراب من الله مهما أذنب وأخطأ وأسره الشيطان بشهوة أو شبهة لأنه يعرف أن ربه غفور سبحانه وتعالى واسمعوا هذا النداء المعدود في القرآن في أرجى آية في كتاب الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هي تماما في سياق معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أخي أخيتي أي ذنب أنت صاحبه أي خطيئة تظن أنك اقترفتها أي معصية ما زالت تحرق قلبك وتقض مضجعك أفق واقترب فإن لك ربا غفورا يقول جل جلاله في الحديث القدسي مخاطبا إياي وإياك وجميع العباد يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ما أعظمك ربنا وما أوسع مغفرتك ما أرحمك ما أحلمك ما أجل عطائك وأعظم مغفرتك ورحمتك يا كريم أيها الكرام أمة الإسلام أحدنا لن يعيش معصوما في دنياه وأعظمنا صلاحا وأكثرنا تقوا من قلت ذنوبه وخطاياه لكننا نبقى في الجملة في تقصير وذنب وعصيان والطريق إلى ذلك في سلوك درب الاستغفار وقد قال لقمان الحكيم في وصية لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإنك لا تدري متى تصيب المغفرة وقد قالها أيضا حكيم من حكماء الأمة الحسن البصري رحمه الله لما قال أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإن لله ساعات تتنزل فيها المغفرة لله ساعات لا يرد سائلة فمن عود لسانه لاستغفار أصاب خيرا قالتها أمنا عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فقولوا استغفروا الله واجعلوها ديدنا ألسنتكم هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر في المجلس الواحد من الاستغفار حتى يحصو له في المجلس سبعين استغفارا أو مئة مرة يستغفر فيها الله هي التقرب من الله التملق إلى رحمته واستنزال عفوه ومغفرته عندما تحل المغفرة بساحة أحدنا يعيش الحياة الحقيقية الطيبة ويأنس غدا بعفو عظيم ورجاء كبير من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحانك ربنا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة